تعزيز فرص التعاون والسلام في المنطقة كان محور اللقاء ثلاثي الذي احتضنته برلين بين وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا فقد بحث وزير الخارجية الإماراتي شيخ عبدالله بن زيد مع نظريه الإسرائيلي جابي أشكنازي والألماني هايكو ماس عددا من الملفات بينها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكريس أسس السلام لقاءة كهذه كيف تصهم في دعم فرص السلام والأمن في المنطقة ضيفنا من القدس الليلة الكاتب البحث السياسي إلي نيسان أستاذ إلي أهلا بك معنا في غرفة الأخبار دائما في برلين أول لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل إذا أردنا أن نتحدث عن الجانبين أهمية اللقاء ليجمع بداية رئيسي وزراء الدولتين للمرة الأولى أستاذ إلي نعم أولا هذه كانت لفتة كريمة من قبل دولة الإمارات وبشكل خاص عندما قام وزير الخارجية عبدالله بن زيد بزيارة المتحف الهولوكوست الذي هو عبارة عن الكارتة التي حلت بشعب اليهودي وطبعا هو ساهم فيما شهده شعب اليهودي على أي ذا البلات النازية هذا الاجتماع له أهمية كبيرة لأنه يؤدي إلى مواصلة ترسيق وتعميق العلاقات التنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات طبعا وكما تفضلت أنه في خلال هذا الاجتماع تمت المباحثات حول إقامة السفارات في إسرائيل ودولة الإمارات وقضية التأشيرات وزيارة الإسرائيليين والإماراتيين إلى إسرائيل وطبعا مكافحة الكورونا وبالطبع علاقات استراتيجية هذه زيارة لسيادة وزير الخارجية عبدالله بن زايد هي زيارة تأريخية لأنه هو أول ممثل عربي يقوم بزيارة المتحف وهذا يدل على رغبة ثنائية للطرفين الإسرائيلي ودولة الإمارات لتعميق ومواصلة العلاقات بين إسرائيل وبين دولة الإمارات وكما قال سيادة وزير الخارجية أن هذا الأمر يؤدي إلى مواصلة الاستقرار في المنطقة وأقول هنا كلمة عندما بادر وزير الخارجية هيكو ماس بهذه المبادرة طبعا هو أطلع جانب الفلسطيني وطلب من جانب الفلسطيني أن يقوم بإرسال أي رسالة بهدف انتهاز الفرصة لفتح ربما فتح الباب لاستعناف المحادثات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني هو أستاذ ألي أود أن أسمعك في أيضا هذه التفاصيل تحديدا هذه الدعوة الإماراتية الإسرائيلية للجانب الفلسطيني لكن قبل ذلك أن يأتي هذا اللقاء بعد التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وبعد أيضا التوقيع على إعلان تأييد السلام البحريني الإسرائيلي ما أهمية اليوم وجود هذا الثلاثي تحديدا وجود ألمانيا إلى جانب الجانبين بتحقيق تقدم بمسار السلام نعم أولا هذا هو الشرف أولا لجانب الألماني الذي يستضيف الجانبين الإسرائيل والإماراتي لأن هناك كما تعلمين تعهد ألماني قبل الشعب اليهودي على ما مر به من قضية الهولوكوست هذا الاجتماع هو يأتي لتجسيد ما تم التوقيع عليه في واشنطن قبل ثلاثة أسابيع طبعا التوقيع كان توقيع ولكن على أرض الواقع يتم تنفيذ كل ما تم اتفاق عليه بين الطرفين وكما قلت أنه كيف يمكن تطبيق هذا الاتفاق بين الطرفين الإسرائيلي ودولة الإمارات لمصلحة الشعبين ولمواصلة استقرار في المنطقة طبعا كما قلت أن المزيد من الإسرائيليين ينتظرون بفارغ الصبر لزيارة دولة الإمارات والبحرين وأعتقد أن العديد من سكان دولة الإمارات وبحرين يثقون إلى زيارة إسرائيل وطبعا الحرم القدسي الشريف وهذا يكون لا شرف لكل الطرفين الإسرائيلي ودولة الإمارات أن يحل السلام في المنطقة سيد أليم عذرني فقط لذيق الوقت لكن حتى نتطرق إلى أيضا الدور الألماني ألمانيا كان لها موقف مرحب جدا من معاهدة السلام الأخيرة وقد دع وزير خارجيتها إلى ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم كان في دعوة من الطرفين الإسرائيلي والإماراتي إلى العودة إلى المفاوضات وبالتالي ما إمكانية لعب ألمانيا دورا فاعلا للعودة لحل الدولتين نعم كما أنا تطرقت لهذا الموضوع في بداية كلامي أن كانت هناك توجهات من قبل ألمانيا لانتهاز الفرصة ربما لفتح أبواب لاستعناف المحادثات ولكن مع الأسف الجانب الفلسطيني تغاضى عن هذا المطلب والجانب الفلسطيني واصل لمقاطعة أي اتصالات بين إسرائيل وبين الجانب الفلسطيني وكما سمعنا في الأيام الأخيرة من قبل السفير السعودية الذي قال أنه مع الأسف الجانب الفلسطيني يفوت كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وهو وجه الانتقادات الجانب الفلسطيني لأن مع الأسف منذ أن قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى أرشاليم القدس والاعتراف بأرشاليم القدس عاصمة لدولة إسرائيل الجانب الفلسطيني يقاطع أي جهد من قبل ألمانيا أو اتحاد الأوروبي أو ولاية المتحدة بهدف استعناف المحادثات طبعا يريدون طاولة مستديرة أو مربعة يكون فيها كل الأطلاف ولكن كما رأينا في الماضي أن اجتماع من هذا القبيل لن يؤدي إلى فتح وقف بطبيعة الحال ضم الأراضي الفلسطينية التي نتجت عن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية لربما ستغير هنا كل الأمور التي نراها على الأرض وبالتالي في هذا الإطار حتى لا نعود إلى ما كان سابقا بناء على ما أنتجته هذه المعاهدة هل الفرص بتت أوسع وهل إسرائيل ستقدم أيضا في هذا الإطار تنازلات إسرائيل على استعداد الاشتعناف طبعا لكل طرف له مطالب ولكن القضية عند إسرائيل هي تتعلق في الأول وفي الآخر قضية الأمن إسرائيل لا تستطيع أن تتنازل عن القضايا الأمنية وذلك في تفاقم الأوضاع في المنطقة وتموضع إيران في سوريا وفي لبنان ولذلك على جانب الفلسطيني أن يعي أن هناك تهديدات محدقة لإسرائيل وعليهم أن يفهموا بهذا الموضوع وثانيا قضية اللاجهين هل يعقل أن إسرائيل توافق على إدخال ست ملايين لاجي كما تطالب حركة حماس أو طالب السلطة الفلسطينية هذا بمعنى أنه إسرائيل تضع الحبل في المشنقة على رقبها ولذلك على الجانب الفلسطيني أن يأتي إلى مائدة المفاوضات لحل كفة القضايا طبعاً قضايا التي الجانب الفلسطيني لا يقبل فيها والجانب الإسرائيلي لا يقبل فيها لذلك يترتب تسوية الأمور وإذا مع الأسف كما رأينا في الأسبوع الأخيرة أبو مازين يتوجه إلى زياد نخالة وإلى حركة حماس القضية لا تكمن في حل القضية الفلسطينية من قبل جهاد الإسلامي أو إيران أو حماس على أبو مازين أن يعي أن هناك تطورات في المنطقة وأكبر التطورات هو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات ويعي أن هناك تغييرات في الحلبة السياسية في المنطقة والكل يريد مواصلة الاستقرار وإذا كان أبو مازين فعلاً يريد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ليأتي إلى مائدة المفاوضات ومع العلم أن كل طرف من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يتنازل على بعض الأمور ولكن أعود وأكرر إسرائيل لا تستطيع أن تتنازل على الأمور الأمنية بسبب التهديدات في المنطقة شكراً للأسف انتهى وقت هذا اللقاء من القدس الكاتب والبحث السياسي لنسان شكراً جزيلاً لك على التحياتي شكراً لكم شكراً لكم